اطلقت الاحزاب السياسية في اسرائيل مؤخرا سباقها لتشكيل قوائمها الانتخابية لانتخابات الكنيسة الرابعة والعشرين كما وبدأت في بحث امكانية استمرار التحالفات القائمة فيما بينها منذ الانتخابات السابقة حيث كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن مساعي العديد من الاحزاب الى اعادة ترتيب صفوفها من جديد والعدول عن تحالفات سابقة لخوض الانتخابات بشكل مشترك وذلك بسبب استمرار ضبابية المشهد السياسي العام واحتمال عدم حسم نتائج الانتخابات المقبلة وذكرت مصادر اسرائيلية ان نايا اير لابيد وبوجي علون في طريقهما الى فض التحالف فيما بينهما في ظل خلافات على ترتيب القائمة الانتخابية لتحالف يشعتيت تيلم الذي ترأس المعارضة اما في معسكر اليمين فقد كشفت مصادر اسرائيلية عن مساعي نفتالي بينت لتوحيد صفوف احزاب اليمين المتطرف واستقطاب حزب البيت اليهودي الى تحالفه لخوض الانتخابات بقائمة واحدة بهدف تعزيز حظوظه وفي هذا الصياق فان رافي بيرتس رئيس حزب البيت اليهودي كان قد ابلغ حزبه نيته ترك الحياة السياسية هذا وكشف حزب الليكود عن مساعيه لضم عربي في مواقع متقدمة داخل قائمته الانتخابية فيما اشارت مصادر اسرائيلية الى نية الحزب منحى مرشحه العربي حقيبة وزارية في حال شكل نيتنياهو الحكومة المقبلة ويأتي ذلك بعد ايام من كشف حزب الليكود عن مساعيه لمخاطبة المجتمع العربي من اجل الحصول على اصوات ناخبين عرب مساعي الاحزاب لغزو المجتمع العربي لا تقتصر على الليكود فحسب فقد كشف حزب ميريتس اليساري عن ضم مرشحين عربيين في مواقع مضمونة داخل قائمته الانتخابية فيما يعزو محللون الى ان ذلك يأتي في صياق سباق الاحزاب اليهودية للحصول على اصوات الناخبين العرب في ظل استمرار الازمة التي تعصف في القائمة المشتركة وعلى صعيد الاحزاب العربية نقلت وسائل اعلام محلية عن الاحزاب السياسية العربية الفاعلة بان الاتجاه السائد هو عدم اجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحين جدد للانتخابات القادمة اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 5135 اصابة جديدة بفيروس كورونا كما وواصل عدد الوفيات منذ انتشار الجائحة الى 3416 حالة وفاة ووفق المعطيات بلغ عدد الاصابات في المستشفيات 1314 منهم 731 بحالة خطيرة و201 تم ربطهم باجهزة التنفس الاصطناعي وبحسب بيانات وزارة الصحة فان عدد الحالات النشطة بلغ 49643 منهم 9719 في القدس و2056 في بني براك و842 في الناصرة افادت معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية ان مليون ومئتين واربعة وعشرين الف شخص تلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حين تبقى بسناديق المرضى 170 الف جرعة اولى من اللقاح واشارت الوزارة الى انه بقي في صندوق المرضى العام حوالي 100 الف لقاح وصندوق المرضى ماكافي 50 الف لقاح فيما لن يتم تحديد مواعيد جديدة لتلقى اللقاح ابتداء من مساء السبت المقبل على ان تبدأ صندوق المرضى يوم الاحد المقبل باعطاء الجرعة الثانية من اللقاح وانقلت وسائل علامة اسرائيلية عن مدير عام وزارة الصحة بروفوسور حيزي ليفي قوله انه يتوقع وصول شحنة اللقاحات الثانية الى اسرائيل في بداية شباط المقبل واشدد على ان جميع الذين تلقوا جرعة التطعيم الاولى سيتلقون الجرعة الثانية عام جديد وما زالت قضية التعليم معلقة على الرغم من مرور قرابة العام على بقاء الطلاب في منازلهم وبدء التعلم عن بعد الا ان الحكومة تصر على عدم امكانية عودة المدارس في ظل الاوضاع الراهنة افضل ما يمكن انه المعلم يعلم تصفه التعليم الوجاهي هو التعليم اللي هو منه تعليم ومنه تربية بتربي انت الطلاب قدامك بتشوفهم بيشوفوك بتحس فيهم بيحسوا فيك فالاهتمام الكبير بالتعليم الوجاهي وهو اللي ناجح اكثر التعليم اللي عن بعد بدون شك اسمه عن بعد فلذلك الاجتماعيات فيه بتكون ضعيفة التربية فيه بتكون ضعيفة ترى الكوادر التعليمية من معلمين واداريين ان خطة الحكم المحلي التي تم الاعلان عنها والتي تقضي بدوام الصفوف الاولى حتى الرابع بالاضافة للحوادي عشر والثواني عشر خطة ضعيفة حيث تتواجد البلاد في فرض اغلاق وما زالت اعداد الاصابات في ازدياد ملحوظ احنا الان في منتصف العام الدراسي طلابنا خسروا الكثير الكثير منذ بداية الازمة ولغاية الان ويعني اتوقع ان يكون هناك خطط بديلة لتعطيل الدراسة يعني تعطيل الدراسة يجب ان يكون اخر اشي ممكن انه ينعمل بالامكان بناء خطط اخرى غير تعطيل الدراسة ممكن ان يكون تعليم جزء من المدرسة ممكن ان يكون مجموعات صغيرة ممكن ان يكون بشتى الوسائل الدمج ما بين التعلم من البيت والتعلم من المدرسة بمجموعات صغيرة ولكن التعطيل الجارف له ابعاد خطيرة بالذات يعني انه عم نشوف ان الحياة مستمرة في معظم مجالات الحياة كان لتخبط الحكومة اثرا واضحا على كافة الاصعدة في البلاد ليعاني الطلاب واهليهم ايضا من صعوبة التعلم عن بعد ونقص الحواسيب ليترتب على ذلك تعسر في ايصال المعلومات وتغيب الطلاب عن حصص الزوم مما يدفع الحكومة للبحث عن خطة تنهض في التعليم لتجنب اضرار على المدى البعيد اظهرت الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية ارتفاع ملفات اعلان الافلاس خلال جائحة كورونا بشكل مستمر الامر الذي جعل الحكومة الاسرائيلية تدفع نحو المصادقة على خطة اقتصادية لدعم المصالح التجارية في البلاد ووفق موطيات وزارة القضاء الاسرائيلية ودائرات الاجراءات والتنفيذ والافلاس فانه خلال العام الماضي ومع انتشار فيروس كورونا كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الشركات والمصالح التجارية التي تقدمت بطلبات للافلاس فيما ستتضاعف ملفات الافلاس في النصف الثاني من عام 2021 وبحسب تقديرات المفوض في وزارة القضاء سيغاليا كوفي فان تداعية ازمة كورونا ستظهر في الاشهر المقبلة عادة عن زيادة اخرى بنسبة 10% في عدد حالات وملفات الافلاس في الربع الثاني من العام الجاري اعادت السلطات الاسرائيلية فتح مطار بنغوريون في الليد بعد اغلاقه بساعات الصباح نتيجة الضباب الكثيف حيث اوقفت هبوط وإقلاع الرحلات الجوية المدنية وجرى توجيه طائرة شحن قادمة الى مطار بنغوريون الى الهبوط في مطار لارينكا الكبرصي وسادى ضباب كثيف في البلاد جمعا سحابة على ارتفاع قصير جدا وقريبة من الارض والبحر وبلغت نسبة الرطوبة 100% علما ان هذه الظاهرة غير مألوفة في فصل الشتاء ويصعب رصدها وتسود في البلاد بالآونات الاخيرة رياح جفة شرقية واحوال جوية مستقرة لا يرتفع فيها الهواء ويبقى قريبا من الارض ودخلت الى منطقة السهل الساحلي وشمال غرب النقب طبقة منخفضة من الهواء المشبع بالرطوبة من الجهة الشمالية الغربية الى الاجواء المستقرة ما تسبب بسحابة منخفضة وادى الى الضباب الكثيف قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا ان مجلس الوزراء يرحب بالتطورات الاجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية المتمثلة بقوب لحركة حباس باجراء الانتخابات بشكل متتالن عبر رسالة ارسلتها للرئيس محمود عباس الذي اعلن بدء الترتيبات واشار اشتيا في مستهل الجلسة الاسبوعية للحكومة الفلسطينية الى ان الحكومة جاهزة لوضع كامل امكانياتها وجهودها للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها لتكون خاتمة لفصل انقسام في تاريخ الشعب الفلسطيني لمنح دفع نحو تحقيق التطلعات بالحرية وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين واكد رئيس الوزراء على ان الانتخابات تشكل ركيزة الوحدة الوطنية ودرعا لحماية المشروع الوطني وتحصين الجبهة الداخلية واعادة رسم صورة مشرقة عن الوحدة الوطنية الفلسطينية وفيما يخص اخر التطورات المتعلقة بكورونا قال اشتيا ان اعلان الاجراءات الجديدة جاء بعد مؤشرات بتصطيح المنحن الوبائي ويأتي بعد مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم لزيادتها او تخفيفها وفق الحالة الوبائية حتى وصول اللقاح وسط تزاحم الدول عليها اعتدى مستوطنون اسرائيليون على مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم في ملاطق مختلفة من الاراضي الفلسطينية بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ما ادى الى الحاق اضرار بالممتلكات والاراضي الزراعية ورشقت مجموعة من مستوطني علي وشيلو مركبات المواطنين على شارع نابل اسرام الله الرئيسي بالحجارة كما احتشد مجموعة من المستوطنين شمالي رام الله والبيرة ورشقوا السيارات المرة بالحجارة ما تسبب بإلحاق اضرار في عدد منها وآطب مستوطنون اطارات مركبات ورشقوا ملازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في قرية سرطة غرب سلفيت وضخ آخرون المياه العادمة الى اراضي المواطنين الزراعية في قرية حوسان غرب بيت العم وجرفت آلية تابعة للمستوطنين اراضي المواطنين في منطقة الفارسية بالاغوار الشمالية بهدف الاستيلاء عليها واقامة مشاريع زراعية فيما تصدى مواطنون فلسطينيين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام اراضيهم الزراعية قال منصق القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ان المشاركة الواسعة من امناء الشعب الفلسطيني في الفعاليات الشعبية لمقاومة الاستيطان تعكس اولوية المقاومة الشعبية في جميع المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري من دولة الاحتلال واكد ابو يوسف على ان هذه الفعاليات ستتواصل ليس فقط ايام الجمع وانما خلال ايام الاسبوع الاخرى في الاغوار وامسافر يطا وسيلفيت ونابلوس ورامالله وبيت لحم بمبادرة من عدد من الناشطين في جمعية ابناء حارتنا الناشطة في مدينة رهط واشقيب السلام تم افتتاح وحدة خاصة من المتطوعين اصحاب الخبرة من مختلف انحاء النقب تعنا بالبحث عن المفقودين ويعادتهم الى اهلهم سالمين اليوم احنا مبسطين ومسرورين لان سوف نفتتح قسم القسم ويقول بما معناه ان البحث عن المفقودين المفقودين ليهم من عربي يهودي نصراني ابيض اصمر المهم بن ادم اول شيء احنا حبينا ان نفتتح القسم هنا في ملعب ابو عير رهط كقدوة للاشبال الذين يعيشون في المنطقة بدعم هذا الموضوع لان هذه من ناحية انسانية اولا واخرا من ناحية انسانية احنا مش هدفنا لا مصاري ولا هدفنا للجيبة احنا ندعم ونقوم ليل نهار لمساعدة الناس في اي مكان ويأتي افتتاح الوحدة تزامنا مع تبني اربعين فتن من المنطقة لمساعدتهم ومساندتهم في مجال التعليم ومحاولة حل المشاكل التي تواجههم ان كان في النادي او البيت او المدرسة وغرس روح التطوع والعطاء للمجتمع واشغالهم في امور ايجابية طبعا كنا متطوعين في هذا المجال مجال قرية القدم ونحث الطلاب ونحث اللاعبين الولادين عندنا من اولاد الف حتى الشبيبة انهم يفوتوا في مجال التطوع وانهم يساعدوا للمساعدة للاخر وحتى للمسن كذلك الامر يشار الى ان التطوع وحث الفتية على اشغال انفسهم في مجال الرياضة خاصة كرة القدم يأتي في ظل تفشي افة العنف في المجتمع العربي حيث يرى القائمون على المشروع ان مثل هذه الفعاليات ستؤدي الى غرس روح التآخي والصبر وخفض ظاهرة العنف كشفت مكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسال الاعلام الامريكية محاولة الرئيس دونالد ترامب الضغط على اكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاة جورجيا لاجاد اصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية الى فوز المحادثة التي جرت السبت هي احدث محاولة من جانب ترامب لتعزيز مزاعمه التي لا اساس لها عن تزوير الانتخابات وقالت صحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر واستمرت ساعة ان ترامب روح في حديثه مع رافنسبرغر ما بين الاطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا امام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وتابعت الصحيفة ان رافنسبرغر ومستشار مكتبه رفض طوال المكالمة تأكيدات ترامب وابلغ الرئيس بانه يستند الى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاحة وضقة وطبقا لمقتطفات من المكالمة قال ترامب ان مواطني جورجيا غاضبون ولا يوجد ما يمنع من القول انه اعاد احصاء الاصوات وطلب ترامب في المكالمة المسجلة ايجاد 11780 صوتا واصر على انه لا يمكن باي حال ان يكون قد خسر الولاية واجرت الولاية ثلاثة عمليات فرز منفصلة اصفرت عن اعلانين رسميين بفوز بايدن ولقيت ما زعم ترامب انتقادات فورية من خبراء في قانون الانتخابات واعضاء ديمقراطيين بالكونغرس قالوا انها اتصل الى حد الجريمة التي يعاقب عليها القانون وكان فوز بايدن بفارق ضئيل في جورجيا الاول لمرشح رئاسي ديمقراطي خلال عشرات السنين وحث عشرة وزراء دفاع سابقين في مقال مشترك ترامب على الاقرار بالهزيمة قائلين ان وقت التشكيك في النتائج قد وله وان اي مسعن لاشراك القوات المسلحة الامريكية في حل النزاع الانتخابي سيأخذها الى منطقة خطيرة غير قانونية وغير دستورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة